السلام عليكم جميع الطلبة الاعزاء مع ادسكشن النهاردة ان شاء الله مع درس عزل المايكروبات او الايزوليشن اوف مايكروبس هندرس النهاردة هندرس انواع العزل سواء كانت اه عزل البكتيريا وعزل الفطريات بطرق مختلفة اه انواع العزل هنا او عزل المايكروبات وتنقيتها اولا البكتيريا عن طريق استخدام طريقة الاطباق المخطوطة والاطباق المسبوبة اما الفطريات فبتم عن طريق استخدام معلق الجرافيم او عزل الفطريات من الانسجة النماتية المصابة اما عن عزل البكتيريا فاولى خطوات التجربة ان كل خطوات العمل بتتم تحت شروط تعقيم باستخدام ادوات وبيئات معقمة طريقة الاطباق المخطوطة الغرض منها ايه الغرض منها تقليل عدد البكتيريا العلقة بابرة التلقيح المستخدمة في التخطيط بحيث تظهر في نهاية الخطوط مستعمرات منفردة يمكن عزلها وتنقيتها للحصول على مزارع نقية ولخطوات التجربة بيتم تحضير بيئة الاجار المغازل عميق مسالة على 100 درجة مأوي ومبردة على 45 درجة مأوي ثم بيتم صب انابيب الاجار العميق في الاطباق مع تحريك الاطباق على شكل حرف تمانية او حركة دائرية خفيفة وتترك الاطباق حتى تتصلب كما هو موضح بالشكل بيتم صب الطباق وتحريكه ويترك حتى يتصلب الخطوة التالتة بعد كده بيتم تعقيم الابرة المستخدمة في عملية التخطيط واخذ غمسة من المزرعة المختلطة بتخطط الاجار بخفة على احد الاشكال الاتية اما ان بيتم التخطيط بصورة متوازية او التخطيط بصورة متعمدة وينصح بتخطيط اكتر من طبق بنفس الابرة بدون تعقيمها بتحضن الاطباق مقلوبة على 30 ل35 درجة مأوي لمدة يومين لخمس ايام ثم بيتم فحص الاطباق بعد التحديد ويلاحظ الاتي حصول على مستعمرات منفردة في نهاية خطوط التلقيح بيتم التقاط المستعمرات المنفردة بعد التأكد من نقوتها على اجار مائل وذلك لاستكسارها وحفظها ثم تحضن على 30 درجة مأوي لمدة 24 ل 48 ساعة وبعد ظهور النمو بيتم حفظ المستعمرات او حفظ مزارع الاجار المائل في التلاجة الحين استخدمها طريقة تانية من طرق عزل البكتيريا هي طريقة الاطباق المصبوبة والغرض منها هو تخفيف المزرعة بحيث تنمون مايكروبات بصورة منفردة في نهاية اطباق التخفيف طيب ايه الخطوات رقم واحد بتأكد ان موجود معي مزرعة المايكروبات المختلطة لمرد تنقية المايكروبات بها بيتم تسيح انابيب اجار مغزي عميق في حمام مية بيغلي وبتبرد على 45 درجة مأوي بيتم تلقيح مزرعة انابيب اجار المغزي بوسطة غمثة من مزرعة المايكروبات المختلطة في اول انبوبة ثم ترج بين راختايا اليد جيدا وبعد كده بيتم اخذ غمستين من الانبوبة رقم واحد للانبوبة رقم اتنين واخذ ثلاث غمسات من الامبوبة رقم ثلاثة للانبوبة رقم اربعة اخذ اربع غمسات من الأنبوبة رقم أربعة للأنبوبة رقم خمسة. وبعد كده بيتم صبق النبيب الأجار العميق المحتوي على غمسات من مزرعة البكتيريا المختلطة وبيئة العزل في أطباق مع تحريك الطباق حركة دائرية خفيفة. ثم تترك الأطباق حتى تتصلب. بعد كده خطوة التحديد على 30 إلى 35 درجة مقوي لمدة من يومين لخمس أيام. ثم يتم فحص الأطباق بعد التحديد ويلاحظ أنه في الأطباق الأولى التخفيف فيها منخفض وبالتالي عدد المايكروبات أعلى. أما في نهاية التخفيفات. فالتخفيفات بتكون عالية وبالتالي بيقل عدد المايكروبات أو مصحمرات المنفردة التي يمكن الحصول عليها ويزرعها على الأجار المائل للحصول على مزارع نقية من المايكروب المراض عزله. أما عن عزل الفطريات فقلنا أنها بتتم إما باستخدام أنسجة نباتية مصابة أو معلق الجراسين. أما عن طريقة الأنسجة النباتية المصابة فبيتم الحصول على ثمرة مصابة بأحد الفطريات الممردة. بيتم عمل تعقيم سطح الثمرة بمحلول كلوريدز بقيق واحد لمية. بيتم غسيل الثمرة بالماء المعقم عدة مرات. ثم تقطع الأجزاء المصابة بمشرة معقم. مع مراعاة الحصول على نسيج سليم مجاور للنسيج المصاب. بيوضع هذا الجزء المصاب في وسط طبق بيتري في منتصف طبق بيتري يحتوي على بيئة أجار البطاطس. بتحضن الأطباق على تمانية وعشرين درجة مقوي لمدة من ثلاثة لخمس أيام. ثم يتم فحص ظهور النموات الفطرية عن طريق المستعمرات اللي ليها حلقات نمو. وبيتم أغز جزء من حواف المستعمرة بمشرة معقم وتنقل إلى بيئة جديدة. وعند التأكد من النقاوة المستعمرة بيتم نقلها إلى مزارع الأجار المائل وحفظها في الثلاجة الحين استخدمها. أما طريقة معلق الجراثيم بتنحصر فيه تحضير أنابيب بتحتوي على بيئة غزائية بيئة بيون الملت مسالة على مئة درجة مقوي ومبرادة على خمسة واربعين درجة مقوي معلق الجراثيم بيتم تلقيح الأنبوبة رقم واحد بواحد ملي من معلق الجراثيم ثم ترج الأنبوبة رقم واحد بين راحتها اليد جيدا وبعد ذلك يتم صب الأنبوبة الأولى في طبق بتري مع ترك كمية قليلة من البيئة سترتهم في قاع الأنبوبة الجزء المتروق بيتم تلقيح به الأنبوبة رقم اثنين ثم راجها جيدا بين Иراحتها اليد وصبها في الطبق الثاني مع ترك كمية قليلة من البيئة في قاع الأنبوبة رقم اثنين يتم تلقيح الأنبوب رقم ثلاثة بما يتبقى من بيئة في الأنبوبة رقم اثنين ثم ترج بين راحتي اليد جيدا وتصب فيه الطبق البتري وتترك الأطباق حتى تتصلب هنلاحظ ما يليه أنه تحضن الأطباق مقلوبة على 25 درجة مقوي لمدة 3 إلى 5 أيام وعند الفحص بنفحص ظهور مستعمرات فطرية من خلال معرفة المستعمرات الفطرية من حلقات النمو الخاص بيها بتقطع حواف البيئة بمشرة مؤقم وتنقل لبيئة جديدة وعند زهور وتحدنها على 25 درجة مقوي من 3 إلى 5 أيام وعند التأكد من نقاوة المزرع بيتم تجددها على مزارع الأجار المائل وحفظها في السلاجة لحين استخدامها ومن هنا بقول شكرا وإلى اللقاء في محضرة قادمة بإذن الله